من رحمة الله بالإنسان أن يرزقه أخ يؤانسه ويقويه ومن شكر هذه النعمة أن يلزم الأدب مع إخوته فهذا من صلة الرحم وفي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه فيحترم أخاه الأكبر كما يحترم أباه ويصدره في الأمور لا سيما إن كان مسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم ويرحم أخاه الأصغر ويلاطفه كما يلاطف ابنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويساعد أباه في تربية إخوته الصغار وينفق عليهم إن عجز الأب عن الإنفاق وكان هو قادرا عليه ففي الحديث ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ويساعد إخوته في مذاكرة دروسهم ولا يتشاجر معهم فإن ذلك يحزن والديه وليعلم أن تفاهمه مع إخوته يفرح والديه ويرضيهما فإن كان قيما على إخوته بعد وفاة والديه فليحرص على حقوقهم وليعطي إخوته دكورا وإناثا كبارا وصغارا حقهم في الميراث كاملا فإن أكل حقوقهم ظلم وقطيعة رحم قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وليكرم أبناء إخوته وأخواته فإن ذلك إكرام لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم وليسامح من أخطأ في حقه من إخوته كما فعل يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وليدعو لأخيه كما فعل موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وليدافع على أخيه ولينصره فإن كان ظالما منعه من الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ترجمة نانسي قنقر